موسيقى في الوقت ده كانت الحرقة السودونية والإحتال البريطاني بيتعاونوا في صناعة جرائد تدافع عن مصالحهم وتبس سمومها وتقلل من أهمية الأوطان موسيقى وتفهم الناس شعار واضح عندهم أن المال أهم من الوطن موسيقى النهاردة معدنا مع الوثيقة الأطخم مجلة السياسة الإسبوعية وجريدت السياسة واحدة من أهم الجرائد في مصر في النص الأول من القرن العشرين ظهرت لأول مرة سنة 1922 كجريدة يومية تابعة الحزب الأحرار الدستوريين اللي كان رئيسه عدل باشا كانو ثم بقى الجريدة إسبوعية سنة 26 ومستر جرنان ده أنه نقل الصحافة سنين قدامه وكان مؤثر جدا في السياسة المصرية وكان رئيس تحريره الكاتب الكبير محمد حسين هيكل باشا صحفي وأديب ووزير في أكتر من حكومة وكتب في الجريدة دي عدد كبير جدا من رموز مصر أحمد لطف السيد طاع حسين علي عبد الرازق مصطفى عبد الرازق طبعا مع حفظ الألقاب للجميع وعبد العيس بشري وإبراهيم عبد القادر المزني ومحمود عزمي وتوفيق دياب طبعا دلوقتي حد بيقول لي هو يحلق الجرنان السياسة وقصة الجرنان ده بقضية فلسطين أقول لك يا سيدي جريدة السياسة كانت بتتوزع في الوقت ده في فلسطين وكانت من الجردي الأوليلة جدا اللي فيها باب ثابت عن أخبار فلسطين من خلال باب ده هنشوف تفاصيل الحياة اليومية في عشرينات القرن العشرين وهنشوف التفاصيل اللي بتحصل في فلسطين وهنبدأ مع خبر 12 يوم السبت 13 نوفمبر سنة 26 هنشوف الخبر اللي بعنوان قتل الصهيونية في فلسطين الخبر بيقول إن أستاذ في جامعة فرانكفورت قال إن فيه ناس بيعتبروا إن الاستثمار الزراعي خد بالك الاستثمار الزراعي هم مركزين على استثمار الزراعي من إمتى أفضل طريقة لإيواء اليهود في فلسطين وإنه بيقدر يجذب مهاجرين كتير جدد لكن رغم جهود اليهود من سنة 17 والكلام تاني للأستاذ اللي بجامعة فرانكفورت مش أنا إلا إنه ما حققوش نجاح يسكر الأستاذ الألماني رأيه إن ما فيش نجاح يسكر رغم استثمارهم الكبير في الزراعة تعالوا نروح كمان لخبر تاني بيقول السياح في الموسم المقبل بص التفصيلة دي يعني هتحتاج نقف عندها كتير السياح المتوقع يزوره مصر في الموسم المقبل 22 ألف وده أكبر عدد عرفته مصر في تاريخها لحد التوقيت ده احنا بنتكلم سنة 26 وفق جريدة السياسة الإسواية وبيقول الخبراء إنه بيتوقعوا إن فلسطين بقى خد بالك مصر 22 ألف فلسطين 18 ألف وقال لك ده مع استبعاد فكرة الهجرة اللي بتحصل لها من اليهود 18 ألف مصر 22 ألف تشوف الرقم إن فلسطين قد إيه كانت الناس بتقبل عليها وبتروحها أيام ما كان الرواح لفلسطين مسألة سهلة ويسيرة وإنه فلسطين فتحة حضنها للجميع هنكمل هنلاقي إنه من الأخبار اللطيفة بقى اللي بترسم لنا شكل الحياة في فلسطين خبر عن وصول الكاتب الكبير محمود عزمي إنه وصل للأوتس وسبب زيارته مش سبب صحفي السبب إنه راح فلسطين طلبا للراحة زي ما الخبر بيقول تخيل واحد هيروح فلسطين عشان يرتاح وهيقعد 15 يوم في الأوتس يا بختك يا أستاذ محمود لحقت تعالوا بقى نروح لخبر تاني برضو عن بعنوان المهاجرون والنازحون وبيقول خبر إن عدد من اللي دخلوا فلسطين خلال شهر ستمية سبعة وسبعين مهاجر وعدد اللي نزحوا ألف سبعة وثمانين خد بالك هم بيكلموا على المهاجرين اللي بيجوا من اليهود والنازحين اللي بينزحوا من الفلسطينيين وبالتالي فبتشوف إن اليهود بيحاولوا قدر مستطاع يطلعوا الفلسطينيين من أراضيهم في العشرنات هنروح لخبر غريب بقى المراضي 12 في 23 نوفمبر سنة 26 بعنوان مرشحوا البلدية الخبر بيقول إنه اليهود قرروا يرشحوا فلسطينيين لرئاسة المجالس البلدية تخيل اليهود مقررين هيرشح واحد يهودي مقرر رشح فلسطيني ومش بس واحد لا ده هو في إجماع على إنه ترشيح الفلسطينيين أفضل عشان يثبتوا لأهل فلسطين إن هدفهم التعاون لصالح البلد طبعا دي الكتبة التاريخية ونشر الجريدة السياسة خبر من يافا بعنوان سر الفطور الخبر ده بيقول حاجة غريبة جدا بيقول إنه شعور الناس بعد وعد بلفر في الذكرى التاسعة لوعد بلفر بيأكد إن عندهم حالة من الصخط شديدة جدا أما اليهود فعندهم حالة من الابتهاج على حد وصف الصحفي في خمستاشر يناير بقى الف تسعمائة سبعة وعشرين وساعتها هنقفل المجلد ده ونروح ليه المجلد التاني هنلاقي موضوع بعنوان الصهيونية أعظم جنون وبيقول المحرر إنه مشروع الصهيونية هدفه إنه يعمل وطن لليهود في فلسطين وإن المشروع قائم على فكرة بتأيدها الحكومة البريطانية طبعا للأسف كلنا بقين عارفين المسألة دي وبتحاول إكراه العرب على قبولها وتبالك واضح جدا من الأشنات إنهما بيكرهوا العرب على قبول اليهود في فلسطين وتكلم المحرر عن تقرير أمريكي مهم بيأكد إنه مشروع الصهيونية فكرة خيالية خد بالك اللي بيقول كده مين؟ واحد أمريكي بيقول إنه دي فكرة خيالية أكيد نتيجها في المستقبل هتبقى وخيمة على الجميع العرب واليهود وده اللي إحنا شاهناه وبيقول كمان اللي كتب التقرير إذا فرضنا جدلا إمكانية ترضى العرب من فلسطين خد بالك واضح من العشنات إنهما عايزين يترضوا العرب من فلسطين وهي يقى فيه يهود مكانهم قالك لو فرضنا إن الفكرة دي هتصلح إزاي العالم هيأمن لبلد اتأسست على طرد أهل بلد منها إزاي الناس هيأمنوا ليهم إزاي هيثقوا فيهم وقال بالنص بقى جملة الحقيقة من أجمل ما كتب في المسألة دي حشر أمة معينة في مكان معين هينشئ شعب أناني وعدواني وظن ما شفناش أناني أكتر من كده ولا عدواني أكتر من كده وده أقلب كتير من اللي إحنا نجوفه تعالوا بقى نروح لخبر تاني بيتكلم عن صدور جريدة عربية نصف إسبوعية في القدس وده يقول لنا أن الصحافة العربية نشطة في التوقيت ده ويقول أنه ونشرت كمان جريدة السياسة في الباب السابت اللي عن فلسطين اللي هو بعنوان رسالة فلسطين قصة صحفية عن الوكالة اليهودية وبيشرح هدفها المعلنة والخافية في فلسطين وإزاي الإنجليز بيدعمه الصهينة ومن الأخبار اللطيفة بقى ناخد نفسنا ونروح لخبر لطيف خبر الحقيقة في منتهى الجمال عن التلج في فلسطين وشارل أردن بيقول لك أنه أنت طبعا المشهد ده يعني تتخيله في أوروبا أكتر بيقول لك التلج في مدينة الخليل وصل ارتفاعه مترين وتسبب في قطع المواصلات لمدة يومين لكن الحمد لله ما حصلش أي تلف وده اللي كاتبه المحرر فين أيام ما كان التلج هو أكبر مشاكل المواطن فلسطين تعالوا نروح لخبر من أغرب الأخبار اللي ممكن تقراها خبر بعنوان شكوى اليهود تخيل مين اللي بيشتكي اليهود بيشتكوا من إيه بقى؟ الخبر هنا منقول عن جريدة عبرية بتتكلم عن سوء الحالة اللي وصل لها اليهود وقالت أن حالة العمال اليهود تنبئ بالآلام العظيمة بيقولك أن فيه سبع تلاف عاطل عن العمل من اليهود وكمان عشر تلاف مش لقين الخبز بتخيل مش لقين عيش وخبر تاني برضو في نفس السياق بيتكلم عن مظاهرات اليهود المظاهرة اليهودية بيقول أن العمال اليهود عملوا مظاهرة ضد الجامعية الصهيونية تخيل مين ضد مين يا أولاد؟ الجامعية الصهيونية يعني يهود بيتظهروا ضد يهود فبيتظهروا ليه اليهود ضد الجامعية الصهيونية بيقول أنه اللي وعدونا بيه ما حصلش لدرجة منهم ما حطموا الزجاج بتاع الجامعية ويترى إيه سبب المظاهرة بقى؟ إيه المطالب اللي خرجتهم عن شعورهم وقالتهم مكسروا؟ أنهم مش لقين ياكلوا اليهود مكانوا مش لقين ياكلوا في العشرنات في فلسطين واضطروا يعملوا اجتماع في سينما صهيون أخذ بالك أن الحقيقة اسم السينما لافت وجميل ويخليك تقعد تفكر كتير عشان لما نقول صهينا ده وصف مش سب وقصف الناس تبقى مستوعبة المثال المهم في الاجتماع ده قالوا أن الجامعية الصهيونية خدعتهم ووعدتهم أنهم هيلقوا يجنى فلسطين لكن قلب الجحيم عليهم يا رب دايما وفي يوم 23 إبريل سنة 27 نشرت جريدة السياسة الإسبوعية خبر تاني بعنوان الحجاج المصريون في القدس وتسلم الخبر عن أن الحجاج المصريين أن الأقباط في مصر راحوا للقدس عشان يقضوا عيد الفصح ويزوروا الأماكن المقدسة لكن الخبر اللي وقفت عنده كتير بحاول استوعبه خبر بعنوان خط حيفة بغداد بيقولي بقى المحرر بيقول أن فيه خط سكة حديد هيربط بين بغداد وفلسطين بين العراق وفلسطين أنت متخيل فلسطين كانت واصلة لفين وهم رجعوا لفين طبعاً تلاقيك دلوقتي بتقول إيش خيال يا ناس في كده خط سكة حديد هيربط العراق بفلسطين بص عشان أقربها لك شوية أن المحرر كمان بيأكد أن المشروع في طرور التنفيذ في أقرب وقت يعني مش خيال مش من واحد خيال مؤلف وعشان أسهلك الأمور في الوقت ده كان فيه قطر بيطلع من محطة مصر في القاهرة بيروح فلسطين مش بس كده ده كمان كان بيلف في أوروبا كلها وأظن بعضكم سمع عنه اسمه قطار الشرق السريع أظن كمان ممكن تكون ناس شافت أفلام أجنبي عنه أنه لسه بالمناسبة كان فيه فيلم في السيني مقريب يتعرض عن قطار الشرق السريع وأديه كان حاجة منتقدمة جدا عن زمانة أو حاجة في منتهى الجمال بتقعد فيه يعني أيام طويلة جدا وفيه ناس اتجاوزت في القطر ده بالمناسبة خدوا بالكو أن كل أرناه ده عبارة عن رسالة فلسطين ده الباب الموجود فيه جورنان السياسة والرسالة دي بيكتبها مراسل خاص من القدس وبالتالي فأنت اهتمام بالحياة اليومية اللي بيحسها فلسطين بتشوف من خلالها أدق التفاصيل منها مثلا خبر برضو عن الشعر الكبير خليل مطران كان رايح يصيف في القدس رايح يقعد في فلسطين عشان يستجم لأن الناس بالمناسبة كانت في الوقت ده بتعمع فلسطين أو يافة وحيفة وواوة كأنها بيروت فهو بيروح ينبسط بالقعدة هناك فيه سلام نفسي كبير وعظيم فيه هدوء شديد فاللي عايز سياحة دينية بيلاقي اللي عايز سياحة طرفهية بيلاقي فشيء في منتهى الجمال والرقي اللي بتشوفه فيه عشرينات القرن العشرين اللي احنا في عشرينات القرن الواحد وعشرين الوضع مؤلم وصعب جدا نلاقيه أو حتى نقرب منه ولا من بعيد زي ما تكلمنا عن جريدة السياسة اللي كانت بتهتم بأخبار فلسطين وعندها باب ثابت ليها هنتكلم عن جريدة كانت لسان حال الاحتلال بريطاني وكمان لسان حال الصهينة يعني على طريقة اعرف عدوك فاكرين لما كلمتكم عن اول اجتماع للصهينة في مالها ليلي وقتها كان فيه جورنال واحد بس هو اللي اهتم بالاجتماع ده الجورنال ده اسمه المؤطم المؤطم كان الشاهد الوحيد على الاجتماع وكتب يومها مرسل الجريدة مقالات كتير من سويسرة عن تفاصيل الاجتماع منها مقال بعنوان مملكة صهيون مرسل المؤطم كان قريب جدا من تجمعات اليهود ومن بعض ما عارفه كان فيه زابط يهودي عشان كده قدر يكون اول واحد يتكلم عن مؤتمر الصهينة في سويسرة وخلال فترة دي نشرت المؤطم مقالات كتير لكتاب صهينة وفي ظل العلاقات اللي نشأت بين اصحاب المؤطم والسلطات البريطانية في القاهرة لعبة السلطات بدور كبير في اخراج الحلم الصهيوني الوجود وساعد على كده علاقة السلاسي صروف ونمر وماكريوس اللي هم التلاتة اصحاب المؤطم علاقتهم بالشخصيات الصهيونية اللي كانوا بيقابلوها في المحافة الماسونية قرروا يستخدموا العلاقة دي ويدعموها ويدعموا المؤطم باخبار كتير عن الحركة الصهيونية لدرجة ان حييم ويزمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية لما زار مصر قال انا لاحظت ان الناس اللي قريبة من دواير جورنان المؤطم واصحابه بيتعاملوا معايا معاملة افضل وسماهم اصحاب المؤطم العظيم طبعا العظيم بالنسبة له وخصصت الجريدة مساحة كبيرة لقضايا اليهود والدعاءاتهم طبعا وكانت بتتكلم عن اضطهادهم في اوروبا لدرجة انا شفت بمناسبة حتى في الاربعينات كانت من اول الجريدة اللي تكلمت عن المحرقة قبل الجريدة كتير لكن الجريدة برضو عشان برضو نبقى حقنين كانت زكية وحاولت تلعب دور المحايد احيانا وكانت بتحاول تقول ان ملهاش لا ناقة ولا جمل لكن في وقت الازمات وفي القضايا الحسمة كانت بتوقف مع الاحتلال البريطاني وبالدعم الصهينة في الوقت ده كان الصهينة بيتكلمه عن ان هدف الصهينية ايجاد ملجأ لليهود المتهدين في فلسطين وقالت المؤطم ان الاسرائيليين مش عايزين يعملوا مشروع خيري لكن عايزين يعملوا مشروع تجاري وانهم بينقلوا لفلسطين اليهود المقتدرين خد بالك هم بيقولوا حاجة وده ما كانش اللي بيحصل هو بينقلوا العجزة لكن بيقولك هنا ان بينقلوا المقتدرين مش العجزة ولا الفقراء والمساكين ده طبعا المؤطم وهي بتدافع وقطعت قلبي وهي بتدافع عن اليهود ولعبة المؤطم دور كبير فيه انها تخلي الناس تتعاطف مع الصهادة وادعت ان استعمار اليهود لفلسطين افضل بكتير من ايه استعمار اخر على اعتبار ان الاستعمار يعني شيء جميل وهي بتحبب الناس فيه وقالت لان اليهود بلا دولة تنصرهم اظن دلوقتي محتاج تعرف قصة الجورنال الغريب ده اللي بيدعم الاحتلال اينما كان القصة بدأت يوم 14 فبراير سنة 1889 لما قرر يعقوب صروف وفارس نمر وشهين مكريوس اصدار جريدة يومية سياسية تجارية ادبية باسم المؤطم ورفع اشعار لأ محتاج تفكر معي بالراحة في الشعار قبل ما قول ان العيشة في هذي الدنيا لا يصلح الا للقول وان الضعيف لابد ان يضمحي صراحة مفيش حسن من كده يعني هم مخلصين الكلام في الشعار بتاحهم عشان تعرف اهدافهم من البداية طبعا ما كانتش صدفة ان يتم اختيار السلاسي صروف ونمر وشهين عشان يعملوا جريدة تدافع عن الاحتياج بريطاني في مصر كل واحد منهم اللي يدور في الخطة صروف كان رئيس المحفل الماسوني في بيروت ونمر كان من اقرب الصحفيين الى الخديوي توفيق والصحفي الاقرب الى اللورد كرومر وجوز بنت القونسو البريطاني في اسكندرية يعني مخلص كل المعارف اما بقى شهين فهو صاحب كتاب تاريخ الاسرائيليين اللي وصف فيه الجمعية الصهيونية بانها عظيمة وهدفها شراء اراضي في طبارية ويافة وحيفة وتكلم عن تاريخ اليهود في مصر واعمالهم ومجدها جدا وكان منهج المؤطم واضح في الدفاع عن كل ما هو بريطاني على ارض مصر عشان كده اتعرضت الجريدة لموجة كبيرة من السخرية وحاولت تنفي اي صلة بينها وبين انجلترا لا سمح الله ما فيش اي مشاكل يعني فيش اي حاجة بيننا فنشرت يوم واحد اغسطس مقال عشان ترد فيه على اللي بيتهموها انها تبع لقوات الاحتلال وقالت ان الذين يزعمون ان سياستنا انجليزية ان كان مرادهم من ذلك ما نقصده قلبا وقالبا هو قول الحق ولو على انفسنا ومتح من يستحق المتح وزم من يستحق الزم هو يا دي سياستنا طبعا هي ما كانش يعني سياستهم الا زا كانت السياسة بتاعت يعني نجاح الموجي في المسرحية تعرف فيه عن السياسة يا ودي مزيك المهم في الوقت اللي نفت فيه المؤقتة تمثلتها بالاحتلال بريطاني عرفت الجرابي التانية انه الاحتلال اشترالها مطبعة عشان تقدر تطبع جرنال بقطع مختلف وسمح لها بنشر الاحكام القضائية قبل النوت وتم استخدام رجال البوليس في توزيع عداد الجريدة تخيل مين بقى ليقول كده الدكتورة سهام نصار في كتابها المهم عن جرنال مؤطم وتقال كمان انه تم اجبار الناس على الاشتراك في الجرنال وبعد كده قررت الحكومة انها تدعم جريدة المؤطم ومنحتها بقى الاعلانات القضائية ومنحتها اعلانات تانية للمحكمة الابتدائية وفضلت يعني تدعمها بكل السبل الممكنة ونشر سلسلة مقالات بعنوان هل مصر في تقدم الحقيقة سؤال جميل بس جاوبت عليه وقالت تقدمت وتتقدم وهي الان في تقدم لا ينكره الا طامع قد مالك ده بيقوله ايام الاحتلال انه تقدمت والتقدم والتقدم ده مش هينكره الا طامع بين او زو رغبة وبعد 8 ايام الاهرام قررت تهاجم المؤطم وتقول ان هي بترغم الاهالي على الاشتراك فيها وانها بتاخد اموال من الاحتلال البريطاني وهكذا والحال التهمة دي كانت اغلب الناس كانت بتقولها على المؤطم وهجمت فارس نمر صاحب جاردة المؤطم باسمه وقالت له انت يا نمر من الواجب على كل وطني ان يفر من جارتك فرار الصحيح من المجذوم اما بقى المؤطم فهجمة الاهرام وقالت ان يعني سليم تقلة اللي هو صاحب الجرنال من اعظم المتطرفين في الانتصار لفرنسا في الوقت ده كانت الحركة السهيونية والاحتلال البريطاني بيتعاونوا في صناعة جرايد تدافع عن مصالحهم وتبس تسمومها وتقلل من اهمية الاوطان وتفهم الناس شعار واضح عندهم ان المال اهم من الوطن اشتركوا في القناة